قصتنا بتبدأ مع الشاب الواسيم ده والاسمه سونغي كبايك سونغي كبايك هو مراسل في قناة اخبار مشهورة جدا معروف عنه انه مكتهد ويعتبر مشهور في عمله ويتكلم عن قانون منع التنمر في العمل وبيستضيف الطفل ده اللي بيحكي عن حكاياته وبرنامجه الصغير اللي بيعمله ومن الواضح ان بيدعم الاطفال اساسا ويكون محبسوط بشكل كبير واللي عرفه في ان ده ابن رئيسه وكم اصلا واصحابه شايفين في النبايك مع كل حاجة بس البنت ده بتعرفهم في ان الموزاع الرئيسي مش حاجة كويسة علشان مش كل الاشخاص يقدروا يعيش تحت ضغط الدرجة دي وبيضطر ان يسمع كلام وحرفيا اولاك كم بيكونوا اشيئية بشكل كبير وبيلعبوا في كل حاجة حرفيا فبيعد الوقت مع التحضير للعمل الطبيعي في قناة جي تي سي وخصوصا تحضير سونغي كبايك اللي زملته بتهديه بسبب اللي حصل للصبح واستحمله اولاك كم بس بيجي اليون درسالة بتصدمها وبتقلب بشها حرفيا فانا سونغي كبايك بيستعد عشان يطلع على الهواء ويقولوا الاخبار الحقيقية واللي بيبدأ يقول كل حاجة بالفعل في المقابل بنروح لمقدمة برامج الترفيه دي واللي اسمها اونجو والدي بنت لسه عايزة تثبت نفسها في علام الصحافة واللي بتقابل الشخص ده بتشرحهم على برامج الممنوعات اللي بتعملها وانها صعبة حرفيا واللي بنعرف انها في معاد وبتعرف انها مشغولة ومش فاضية لارتباط حرفيا في حين ان كبايك مستضيف واحدة من بنكوك ويقالف ويكون وخبره من كل حاجة وسمع اصحابه ما بيتكلموا عليه ويكون ماسك نفسه بالعافية اساسا في حين ان اونجو بتكون بيتقابل واللي بلانها مشغولة كتير في اي وقت وعاوزها يظهر معاه في البرنامج بتاعها وبتحطك نوعه عشان هو يتشهر وبتمشي على طول وده طبعا وهي مشغولة وشايف انها ما عندهاش اي وقت الارتباط فنروح ليون اللي بتكون بتفتكر الصور اللي جاي لها ومن الواضح ان وجوزها امسكها وهي بتخونه وبتكون مش قادر تعمل حاجة اصلا وبيحاولي وخالي تركز على قد ما تقدر فنروح لانجو اللي بتوصل وبتتكلم مع مساعدينها لي ونيه وبتكون متضيق على طول وبتكرت تروح تقنع الشخص اللي بيلعب سلة ده علشان يطلع معاه في البرنامج الخاص بيها وشايفة في انه مشغول ويبيرسل حبيبته اللي بتنشاوع وعادي تاخد رقامه عشان تقنعها وتروح لها علشان يوافي يظهر معاها ومن الواضح انها بتكون يون اللي بايك بتشوف جزر يحلق وبيقوله قدام الكل ان لازم سيونغي كيم يتعاقب علشان اضمر عيلته وخانه مع زوجته وبيروح يضرب في كبايك على طول وبيفضل يخنق فيه وعا الهوى وما حدش بيعرف يشوله خالص وحارفيا بيفضل ينقلو الاشارة ومش عارفين يعملو ايه لغاية ما بيغفلو حرفيا فانا بيفضل يضرب في كبايك والحال اسم سيونغي كيم منتشر في الاعلام بعد اللي حصل معيون ومستغربين من فرق السن اللي بينهم وكل من كبايك بيعتذر لكيم مديرو وكمان اونجو بتتأسف لمديرتها رغم انهم عملوش اي حاجة اصلا وبيفضلوا عايزينهم يحلوا الموضوع وحارفيا سنوغي كبايك بيكون بيستحمل كل حاجة بالعافية علشان الكل يعرفه بعد الحدث اللي حصل وشايف انه حط اسمه في المسابقة وده يديله فرصة بما ان فيه اشخاص كتير عرفاء فنروح لكبايك اللي بيتقابل مع زميلو يونجي وبتعرف عن انصورته بيين انها باخة جدا وبيكون رافض يصور رصائق عن عهلته وبيخلي زميلو ومبايك واللي يعمل كده ومن الواضح انه غرب منه وشايف ان كيم بيساعد على طول ويمشي وتعبان فانا بتكون انجو بتتعرض للرفض من مديرتها اصلا وعايز تقنع صنغ بايك بالانضمام عشان هو مشهور بس بتخلص وستمتبعك كبايك ليها واللي بيروح عشان يركبه اسنسير سوا واللي بعد ما بيركبه بتعطل على طول وبيكون يقفل الصيانة وعلشان حظه من ان احسب يكمل بايك اصلا عايز يروح الحمام وبطنه خلاص مش قادر وبتكمل اكتر لما المصعب بيقف وقوم بتشوف ده وبتكون عايز تطلع من المكان ده بس مش عارفه وهو ولا بيساعده ولا بيعمل اي حاجة بل بتشوف انه بيطلع غازات وبيكون يعمل على نفسه خلاص وبيستمر في ده وبيفضل يضرب ويدرب وهي بتحول تفتح الباب بدل ما تتخنق على اخيرها وتموت من الغازات بتاعته وبيكون مش قادر يتحرك وكلما يتكلم بيفضل يضرب في غازاته وعاوز يدخل الحمام وحرفين بيبسك نفسه بالعافية وهي بتفضل تنادي عليه ومشان يطلعوها لغاية ما صاحب المصعب ده بيسمحهم وبيروح يطلعها على طول وهو يعاني بيكون خايف يتحرك ليبوز الدنيا على الاخر واخر ما بيزق بيكرر يطلع ويروح الحمام على طول فبيعد الوقت وبيروح يشوف اني لسه بدري وبيشوف اغاناته اللي بتكون ضد التدخين ولما بيشوف زماله جايين بيتخفى ومش عاوز زينة لسه مخبايك يفوز اساسا فبيروح يساعد الاشخاص عشان يبقى عنده افضلية على التراقف العمل والكل يختاروا فبنروح لانجو وهي معناولي اللي بيروح يحطوا مكياج البرنامج الترفيه خاص بيها وبتكون محترة كتير ومسك ملف بايك في ايدها فانا كبايك بيروح يظهر في موزع الصوت ده واللي بيكون بيحل محل الشخص اللي غايب فانا انجو بتعطي اينا وليه مال عشان يروقع نفسهم وبيكرروا انهم يسمعوا الكبايك وخصوصا ان بيفضل اللي قلد اصوات الطيور المختلفة وبيكون جايب الناغمة بالزبط والكل شايف انه لقاه جامد وشاطر في عمله وبيقول القصيدة بيكون باكواس جدا فعلا فانا بيتكلم على كبايك فانا بيبهد على برامج الترفيهية علشان صورته قدام الناس بس انجو بيجي بالبال انا اتطلع معها علشان حاسة انه يتشير اكتر في البرنامج الخاص بيهم فبيعاد دلوقتي مع عصول كبايك للبيت وبيكون كل حاجة من بهدلة وبيحاول يرتاح شوية بعد التعب الكبير اللي عانى منه ده وبيش راضي عنها ولا عارف ده حصل له ليه وهو ملهوز زنبه اصلا فبيعاد اليوم مع كبايك اللي بيتضرب على كلامه انه بيقعده من اقول الصدق على طول في حين نقنجوه وزميلته هون غيكون يصاره ويكلمه كل الاشخاص اللي ممكن يزاره معاهم بس محدش راضي يطلع وما فيش قدامهم غير انهم يكلموا كبايك اشان اون حاسة ان ده هيكون اكتشاف بنسبة ليهم وعايزة تشوفه توصل معه لغاية ايه وده وبيحس ان حدي بتكلم عليه اصلا فهنروح لمراء وقدم ساعد الجنغ هيون وعاوزة يزار بشكل كويس علشان هو مش موتام وما راحش ولا يرتاح بعد التصوير وبتلوم علشان بيلبس ملابسه ومش بيغير وعاوزة نظم وقته علشان جدول اعماله كتير بس هو بيكون بارد وبيتعامل معاه بشكل طبيعي فبيروح يغني واللي بيكون ليه معجبين كتير وطبعا ميراب تستغرب منه علشان هو اللي قرر يغني مش حد تاني وده بعد سنين كتيرة وبيلان كل فرحان ليه جدا وبيفتتح المسابقة دي اللي بتكون خاصة بالغناء وانه هيبقى معاهم يفت تحت المسابقة فبنروح لونجو اللي بتكون مشها مع صحبتها هيونغ وبتبدأ تشرح ليه على تعمله مع التطفة صونغ كبايك بس قول ما بتوضحها بتكون العربية ديم تابعها واللي عاوزة تشوف من الجواه والحال ان هيونغ هيونه هو اللي بيكون متابحة وشايف انها جبانة وبيمشي على طول فبيعدي اليوم مع كبايك اللي رئيسه كون بيلومه علشان زهر في برامج ترياءة وبيفضل يزاعة فيه بشكل كبير وعاوزة يشارك في البرامج المتنوعة والطرفية ولو شارك فدافة مش هعرف ا في برامج الاخبار ومن هنا اونجو بتيجو بيرحبوا بعض وبيكرروا يروح يتكلموا سوى بس كبايك بيكون مكسوف منها بعد اللي حصل قدامها وانه زهرت الدنيا في الاسنصير وبيتكلموا على فرق العمل وبتحاول تشرح ليه برنامج بتاعها بس بيكون مفاقر برنامج تاني وبتفضل تحاول تقنية انضم ليهم عشان هو مسالي بس بتأسف ليها علشان شخصيته مش لايقة على برامج الخافية دي وعلشان كما بتعرفه في الناس يموتوا في البرنامج اللي طلع فيه فبيجيب ح حاجة تانية فانه مصاب في رجله فبتعرفه انه جاب على النسبة في السلة السنة اللي فاتت ولما بيجي ماشي عن تصوير بتعمل في النفوس الرصار وبتخليه نطف مكانه وبتوجه في ان الرجلية سليمة هيت وبطلعه كذاب على طول فبيروحوا بيكون محتر يعمل ايه اصلا وبيجيليه ومبايك اللي عاوزوا دابلك برنامج وبيكونوا كل بيدبسوا في اعمال كتيرة وبياخروه في العمل واي حد عاوز منه اي حاجة بيروح يطلبوا منه حاجات كتيرة وانه كم هو اللي باعتهم له اساسا وحتى بيخليه حلم حلهم بالليل فبيروح ياكل معيون اللي عاوزوا ما قابلش باي حاجة كده ولازم يعترض على كم ولو معرفش فيقبل بالامر الواقع وخلاص بس سنغي بيكون شايف في ان باللي بيعملوه ده بيحاولوا يتردون الزور على تلفزيون وبيكون حزين كتير فبيكون مروح وكم بيكون قال لهم انه يشترك في برنامج اللي اسمه الرجال يركضون وانجو تبعات له رقمها وبيكون مدائي جدا فبيعد الوقت مع سنغي قبايك اللي بيكون نام وبيصح على رسالة ك كتيرة بس ان البرنامج بيكون بيبدأ والشخص المشهور ده والاسمه بيان بيظهر ويرحب بالكل ويرح ببقى زميله بس انه بيروح وبيكون متكبر جدا ومش عايز اي حد يلبس زيه ولا حتى يقلده وبيكون بيمارس تنمر على مساعدينه وبيعملهم وحش بس انه انجو بتيجو بترحب بيه وبترنى على كبايك اللي فجأة بيكون متخفف الاوضة وبيظهر وبيستغربوا منه اساسا وبيتعرفوا ببعض فانا البرنامج بيبدأ واللي بيكون كبايك في مكان وبيان في م كان تاني وبيروح يمسك الكرة وبيضربهم على طول وبيكون كويس جدا بس بيان بيفضل يتحدى وفجأة كبايك بيتحول وبيتحدى بان وبيكرر يروح ويدرب فيه الكرات وعاوزه يطلع ولما بيكون يخدعوا بس كبايك بيروح يخدعوا وبيضربوا بسرعة وبيتضيق عليه وده اللي بيعصب انجو المخرجة علشان المفروض يكون كويس مش يكون خبير الدرجة دي بل ان مش بيستخدم متجات الرعاية كمان فبتكرر انجو انها تاخده في القطة دي اللي بيكون فاقربة علشان ت تتكلم معاه وبتعرفوا ان ازاي يلعب لوحده والمفروض يبطل استداف راس بان علشان ما بيحاولوا يركزوا عليه ولازم يبطل يلعب بشكل كبير علشان الناس هتقول عليه انه محترف وبيتحد بعضهم الاتنين وفجأة بيحطوا ايده على القاربة دي وبيتكهرب وفي حاجات كتيرة بتتغير جو عقله وبيغم على حرفيا تحت انظر من انجو فبتكون بتحط فاقس انجو كبايك اللي هنا بيفوق بالفعل وبتطمن عليه علشان كيف شهارات كهربائية في كل مكان ولما بيكون يقولوا انه بخير بيقول انه مش بخير وحرفين بيكون صراحة في كل حاجة وهوزت نفسه بيستغرب اشان ده مش طبيعته اصلا فبيطلع من المبنى ده واستغرب من انجو اللي بتفضل ماشي ووراه مستغربة وبيروح يتابع بان اللي بيتنمر على مساعدينه كالعادة بس بيجيبه كبايك وشايف انه فاشل وده بيخلي صنغي يتدايق وبيعرفه انه مش فاشل وبيعرفه انه مش بيطيقه اساسا وبيقول الصراحة في كل حاجة وعلشان كابين بيهدده علشان لازم يعمل زي ما بيطلب منه وبي يفضل صنغي عاوز ينتين منه مدهي جدا بل ان بقين بيدرب اللي معه كمان وفجأة صنغي الكبايك بينادى عليه وبيدايقه علشان قال اسمه الحقيقي وبيقر يلغي التصوير ولكن صنغي بيمسكه وبيعرف ان الكل جاء عشان يشتغل والحال انه ممكن يتدمر بسهولة ولما بيكون يدربه انجو بيجيب تمنعه وبتقلبه على طول ويتفوقه وهو بيكون مش عارف وكان بيعمل ايه ولحد عارف اصلا وبيصرق كتير والجزء بيخلص على هنا سلام